موسيقى زي ما شفت او زي ما سمعت هو ده التأثير اللي بيحصل لما انت بتحط موسيقى مناسبة على الفيديو وهي مؤسرات صوتية لللي بيحصل جوه الفيديو بتحس اك انك جوه الفيديو فعلا وان انت حاسس وسامع كل اللي بيحصل كل خطوة وكل هوا بتبقى عارف وتتوقع ايه اللي هيجي او تتفاجأ باللي جاه وبيشد انتباهك اكتر من انه هو يكون مجرد موسيقى سكتة وخلاص من غير اي تأثيرات صوتية والمؤسرات الصوتية ديت كلها داخل برنامج في المورة فانت مش محتاج انك تتعب وتدور على المؤسرات الصوتية او حتى الموسيقى جوه في المورة كل حاجة جواه فتعال اقريك ازاي تقدر تجيب الساوند فاكتس او تقدر تجيب المؤسرات الصوتية والاغاني المناسبة للفيديو بتاعك جوه البرنامج في الله بينا اهو برنامج واندر شيف في المورة 13 ودي هي الساوند فاكتس اللي موجودة مع الموسيقى في الفيديو ولا انا مستخدمها ولسه اصلا هضيف شوية حاجات كمان لان الفيديو اصلا لسه مخلصش طب ماشي نحط الساوند فاكتس فين على حسب صوت الحاجة هنا دوت بيعمل فيد ان وبعد كده بتنقل حاجة تانية هنا المفوضة حط يعني ممكن صوت هوا او حاجة زي كده فكل عليك تعمله انك تيجي عند كلمة اوديو بعد كده ساوند فاكتس وهتدور هنا على الخنات اللي انت محتاجها زي الامبيانس اللي هو المصوط المحيطة هتلاقي حاجات كثيرة جدا هنا زي مثلا ده اللي اخطه اماكن كثيرة هنا بصوت البحر والمية تقدر ان انت هتحمله من هنا و هتقدر انك تحطه في الفيفورت من هنا والحاجات اللي انت بتحملها بتبقى موجودة في الماين وفي الدولود وبتبقى متقسمة من موسيقى والساوند فاكتس وتقدر تلاقيها زي ما انت عايز والحاجات اللي في الفيفورت هتلاقي في الفيفورت هنا وفي قيمة ثم decision ده الاغاني او الموسيقى اللي انا عملتها للمشهد ده الحاجات اللي هي عملتها بالزكاء الاصطناعي في الفلتولز هنا تقدر انك تشغلها وتعمل بكل بساطة عشان تعمل اغنية او موسيقى تنفع على المشهد بتاعك او الفيديو بتاعك بتفتع لك القائمة دي تقدر بتختار نوع الموسيقى او المود بتاعك ايه انا عايزه يعني ممكن يبقى حزين ممكن يبقى اه هو حزين وبعد كده الثيم او الستايل مثلا بتاعه او حاجة زي كده ممكن نخليه سينمائي والجنرال بتاعته او الكاتجوري بتاعته ممكن نخليها اكوستيك التيمبل اللي هي السرعة بتاعت المقطع عايزه سريع بطيق مش عارف ايه واعمل من هنا برضو الموسيق ده هنا الطول بتاع الموسيقى الفيديو كله على بعضه دي او اربعين ثانية فانا خياته دي او نص ممكن تخليها عشرين ثانية او لغاية خمس داعي وخليته يعمل لثلاث فيديوهات او ثلاث مخاطع موسيقية ولكن ممكن تعمل لغاية ستة عادي جدا بس انا عايز ستة لان اغلبية الوقت بيجب لي الستة شبه بعض او ثلاثة او نشبه بعض نيجب عند الساوند فاكتس هنا مثلا انا عايز صوت هوا فنيجب عند الساوند فاكتس وممكن نعمل اه ويند فنلاقي كذا الساوند فاكتس بتاعت ويند فانا عايز الويند ده شكله جامل صوته حلو جدا فيقوم سحبها كده وحاطتها عند المقطع اللي فيه الويند مسلا هنا هو اللي هو هنا من اول الجزء دوت الاول خالص من بعيد بالشكل ده سمع صوت الهوى عامل تأثير كده في الصوت عامل صوت حلو طب لو مش عايز الصوت يبقى واضح او كده هل قال الصوت لا ما تقللش الصوت احسن طريقة انك تخلي الصوت واضح مسموع ولكن ما يشاتتش الانتباه انك تجي عند الاكولايزر تضغط عليه وتعمل اللي هو باس بيخلي الصوت مكتوم شوية ولكن اللي هو تأثير الساوند فاكت هنا مش واضح ولكن بيدي التأثير اللي هو ان فيه صوت هوا وما يبقاش الصوت اكينه طاغي على صوت الموسيقى ولكن في نفس الوقت لازم تقلل صوت الموسيقى شوية فنيجى مثلا عند الكيفريم دي ونخليه سالب ستة وسالب ستة لقيت ان هي مناسبة جدا مع الاصوات الساوند فاكتس طب الرايزر اللي هو الصوت اللي هو حاجة بتزيد اكينه في حاجة مهمة هتيجي هنا لو ده ده هو بالشكل ده ده هتلاقيه هنا برضو لو كتبت رايزر وهتلاقي عندك كزا واحد انت بقى اختار المناسب معك او المناسب مع المقطع بتاعك مش محتاجه ان احنا نمشي فيه حاجات كديرة صوت الوش ده هتلاقي اصلا ليه قايمة مخصوصة لانه بيتم استخدامه كتير جدا في الفيديوهات على اليوتيوب واتلاقي ليه قايمة مليانة ووش ساوند وحاجات كتيرة جدا اسمحهم واسمع المناسب معك واستخدمه انا عن نفسي بستخدم حوالي 12 نوع من الحاجات دي هتنساش تعمل لايك وسبسكرايب وتحمل برنامج واندا شايف المورة من الرابط اللي في سندوق الوصف واشوفك الفيديو الجاي سلام